بدنا نحكي شوية عن دور مختار يلا كيف تركبت على الشخصية مركبة معقدي كتير نشوف نحن كتير قعدت أنا ومحمود وعلي ويامن كتير بالبداية لأن هي شخصية كتير مركبة وكتير حرجة وممكن تاخذنا لأماكن مو واضحة فقررنا هاي الشخصية شو عندها مشكلة هي عندها نوع من أنواع الزهان البسيط الخطر جدا ليش خطر جدا لأنه ما بيظهر للمجتمع يعني هو أنت بتتعامل معه فترات طويلة هو شخص طبيعي زكي ممكن السيطرة على هذا الزهان بالأدوية وممكن إحساسه بالإنجاز وبنشوة الإنجاز تخليه يتخطى المرض لفترات ومع أول إحباط بيظهر أنيابه وبيصير شرير وخطر وقابل لأنه يرتكب جريمة فالحقيقة هو شخصية كتير مركبة ويعني محمود قدمها كتير بطريقة حلوية كتير بطريقة ذكية بس شفنا مشهد له أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعية اللي هو مشهدي اللي لبس فيه قميص النوم تفريعة إذا بدنا نقول واتهمتي أنت ومحمود بترويج للمثلية هون أبداً أبداً هذا بيقل لك أنه هذا الشخص اللي عنده ذوهان ممكن يرسم سيناريو من الألف إلى الياء سيناريو ما بيخطر على يعني كلنا قلنا خلاص ويا شو بده يعمل بيحي هذا الملقح عنده بقى مصيبة بالبيت وكيف ده أعم فكر لدرجة أنه يحط فيروك ويصور ويحكي حوالها ينكشف بالعكس هاي المشهد أبداً ما كان ترويج تقبلت الانتقادات عادي طبعاً 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 مقام الأربعين والصوفية كانت حاضرة بالمسلسل ووفاة أبو الوفا وانتقاله إلى مقام الأربعين الصوفية جزء من شخصية رشا شربجي أنا أحترمها كتير أنت بتحترمي كل شيء حكيني عنك يا رشا أعم بقلك أنا بشوف الله بشكل مختلف بشوفه بشوفه مو بس بسجات الصلاة وبالصوم أنا بشوفه بالجمال بشوفه بالعطاء بشوفه بالتسامح بشوفه بكل شي جميل بشوفه بالنجاح بشوفه بالتواضع بتصلي رشا صلى وصامع لأمر كان ولما انقضى الأمر لصلى ولا هذا بينطبئ عليه تماماً بينطبئ عليه يعني بينطبئ عليه تماماً تشكري لربنا بشكروا كل يوم على النعم اللي أعطاني إياها بشكروا على الصحة بشكروا أنه أني شوف الزريعة الجميلة ببيتي وهيك وإرعاها بشكروا أنه أنا أكون منيحة مع الناس بشكروا بأنه أشتغل منيح يكون عندي ضمير بشغلي في مرة زرتي مقام الأربعين؟ طبعاً مرتين بس أول مرة الحقيقة أنا شوف كان بابا بدي أخذني أكتر من مرة قبل ما أشوف قبل ما أروح على المسلسل لما يعني قريته بالمسلسل طلعت ثلاث مرات قبل التصوير عشقته هذا خلص صار كل عشقكي حسيتي بأمان فيه حلو كتير حالة روحانية جميلة وبشوف دمشق بجمالها هيك من فوق حلو سؤال دايماً بيخطر على بالي ويمكن بيخطر على بالي كتار أنه ليه دايماً منشوف إمارات رزق الممثلة المبدعة اللي بتقدر تحمل أدوار مركبة مع أداة أبدع فيها دايماً منشوفها بدور ثانوي ليه؟ أنا ما بشوفها أن هي عملت أدوار ثانوية كتير ما بشوفها بالباستر ليه؟ أنا شو تقييم الدور الثانوي؟ شو فكرة الدور الثانوي؟ إمارات بالسيبيه طبعاً فيه أدوار مهمة خليني بولاد بديعة لما شفنا إمارات على البوستر؟ إمارات ما كانت على البوستر؟ بديعة ما كانت على البوستر؟ بديعة ما كانت على البوستر لأنه كتار قالوا أنه بديعة هي ولادة جديدة لإمارات يمكن لأنه مكتوب إلاد بديعة فحب يحطوا بس الأولاد بس الكل كان لهم بوسترات فردية أدأت الزكية بالأجوبة كان أولاد بديع فحب يحطوا بس الأولاد بديع بس الكل كان إلو بوسترات فردية وبعدين بيكفي الثورة اللي عملتها بالشارع بس طلعت وأثبتت أنه إمارات رزق مو بس إمرأة جميلة إمارات ممثلة جميلة ونجمة جميلة أثبتت بهذا الدور أن هي ممكن تكون نجمة بكل الأدوار نجمة صف أول صف أول بكل الأدوار طبعا